السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا حبيبي كده نخش على الامتحان التاني وافكار جديدة وعلى فكرة الافكار مش متكررة جماعي يعني احنا لمين اربع امتحانات فيهم حوالي متين سؤال او متين فكرة على المنهج كله شاملين كل سؤال في فكرة في جزئية من المنهج في حاجة حلوة اللي ارد عليكم نركز ونقول بسم الله يلا كده انتحان رقم واحد رقم اثنين يلا حازم يلا معي بيقول عندنا اختر الاجابة الصحيحة واحد عند اضافة قطرات من دليل بروموسيمولي الازرق دليل بروموسيمولي الازرق خلي بالك في الحمض اصفر في القلوي ازرق ماشي ماشي جميل او طيب الى محلول اجزالات سوديوم خلي بالك اجزالات سوديوم ده الاجزالات حمض ضعيف والسوديوم قاعدة ها جاي من قاعدة ايه قوية وده حمض ايه جاي من حمض ضعيف لانه حمض عضبي يبقى في الحالة دي المحلول هيبقى ايه قاعدي يعني هيبقى لونه ايه ازرق في التفاعل التالي عند اضافة المزيد من انتو افور فان اولا فين انتو افور اهو لما ضيف انتو افور هيمشي التفاعل ترضي ماشي فاللون البني هيزيد يبقى اللون يزداد اه وتظل قيمة الكي سي سابته اه مش معنى لان الكي سي ما بتتغيرش بتغير التركيز الكي سي لا تتأثر بالايه بالتركيز كمية الكهرباء اللازمة لتصاعد خمسة من عشرة جرام من غاز الهايدروجين يمكنها ترسيب نقطة من النحاس من المحلول كذا ماشي بص يا متعلم اولا طالما اقال لكمية الكهرباء اللي هنا هي اللي هترصب هنا يبقى كمية الهايدروجين 가운데 بقى نقوله ايه نقوله هنا كتلة الماد اهو بيقول بالكمية الكهرباء اللازمة لتصاعد كام خمسة من عشرة جرام من غاز الهايدروجين يمكنها ترسيب كام من النحاس من كذا يبقى كتلة الايه الهايدروجين على المكافئ بتاع الهايدروجين او على كتلة الايه يا جماعة النحاس هتساوي المكافئ بتاع الهايدروجين على المكافئ بتاع الايه النحاس طيب هو بيقول لي كمية الكهرباء اللازمة لتصاعد خمسة من عشرة جرام من الهايدروجين يبقى هنا خمسة من عشرة جرام على دي مجهولة طيب الكتلة المكافئة الهايدروجين واحد جرام على النحاس 33.5 على 2 يبقى ايه يبقى واحد وثلاثين وخمسة وسبعين من مية طيب في الحالة دي السين هتساوي نص الواحد وثلاثين وخمسة وسبعين من مية هيطلع خمستاشر وتمانية من عشرة جريم جميل اولى عند تفاعل البنزين مع خليط النيترة ثم تفاعل الناتج خلي بالك البنزين مع خليط النيترة يدي نيتروا بنزين. كويس او لما نجي نفعل نيتروا بنزين مع غاز الكولور هيدي ايه میتا كلورو نيتروا بنزين ميتا كلورو نيترو بنزين اه طيب يتميز المحلول المائي لأسيتات البوتاسيوم أسيتات البوتاسيوم ده قاعد عشان البوتاسيوم جاي من قاعدة قوية والأسيتات جاي من حمضة ايه ضعيف عن يعني المحلول ماء الأسيتات الأمونيوم وده متعادل جميل قوي المساوي له في التركيز والحجم بأن ايه اولا ده متعادل يعني تركيز اله موجب بيساوي الوه سالب يعني البي اتش بيساوي البي او اتش بيساوي سبعة طب هنا قاعدي يعني اله موجب أقل من الوه سالب يعني البي اتش أكبر من السبعة البي اتش أكبر من السبعة يعني أكبر من البي او اتش المحلول ده طيب قيمة او اتش في محلول أسيتات البوتاسيوم أقل لا او اتش أكبر قيمة بي او اتش في محلول أسيتات الأمونيوم أقل لا احنا قلنا هنا البي اتش أكبر من البي اتش يبقى هنا البي اتش بتساوي البي اتش قدي بعض ما ينفعش طيب قيمة بي اتش في محلول أستات البوتاسيوم أقل بي اتش في أستات البوتاسيوم أقل لا ده أكبر طب قيمة اتش سري او في محلول أستات البوتاسيوم أقل آلا إنه هو قاعدي يبقى لإجابة دال السؤال اللي بعد كده رقم ستة بيقول اي يا جماعة يلا عندنا الآيون اي تركيبه الإلكتروني أرجون 18 سري دي فايف بينما الآيون بي تركيبه الإلكتروني أرجون 18 سري دي فور ما الاختيار المعبر عن هذه الآيونات أولا سري دي فايف عندنا ده الحديد موجب ثلاثة آه ماشي يبقى لإيه حديد موجب ثلاثة طيب بينما الآيون بي تركيبه الإلكتروني سري دي فور يبقى حديد موجب أربعة ومسلا نقول ايه تعالوا نشوف كده الكروم موجب اتنين هو الكروم كام الكروم أربعة وعشرين يعني أرجون 18 فور اس وان سري دي فايف لما قول موجب اتنين يبقى هنا صفر وهنا فور يبقى الإجابة بي في الشكل المقابل تكون حركة مؤشر الميزان أكثر انحرافا عند وضع المادة التي تحتوي على آيونات نقط في الأنبوبة اس و ان ده مغناطيس فلما قول جهاز بي ياسب المجال مغناطيسي ففي الحالة دي هنقول ايه اللي يدي اكبر انحراف يعني اكبر بص 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 عزم يعني اكبر عدد الكترونات مفردة طيب ايه موجب اتنين هيبقى سري دي سيكس يبقى اربعة اما انه موجب اتنين سري دي فايف اكبر عزمة اصلا خمسة ماشي مبتدئا بحمض الخليك كيف يمكنك تحضير مادة ها تستخدم في ورنش الأحزية طيب حمض الخليك اللي هو حمض الاساتيك يبقى نبدأ بتعادل عشان نجيب منه ميسان اجيب دي ازاي بتسخين لالف درجة سليزيس يبقى انا هبدأ بتعادل انهي بتسخين يبقى هي الاجابة الف لترسيب خمسة من عشرة مول زرة من فلز سنائي التكافؤ طيب نص مول زرة في لز سنائي يبقى واحد مول بيحتاج اتنين فردي يبقى نص مول هيحتاج واحد فردي ماشي يبقى لترسيب نص مول زرة من فلز سنائي التكافؤ يلزم كمية الكربان مقدرها كام مقدرها واحد فردي نخش على رقم عشرة بيقول ايه الجدول المقابل يلا جماعة معي كده الجدول المقابل يمثل الصيغة الجزائية لثلاث مركبات عضوية هي اكس واي زد فانا وبيقول المركب اكس سي سري اتش سيكس ده يا بروبان حلقي يا بروبين واي سي سيفن اتش ايت ده ايه ها ده اكيد حلقي طيب هنا سي زد سي سري اتش ايت ده الكان طيب اكس الكان عادي لا بي اكس الكان حلقي اه ممكن زد الكان عادي واي اروماتي اه يبقى لجابة بقى صح ما تسمية الايوباك للمركب المقابل مركب ده تعالى نشوف كده يلا هنجي نسمي اولا لما تيجي تكتب الصيغة دي الله يرضى عليكم سي اتش تو باي فور يبقى لما تلاقي سي اتش تو بينقصين تبقى تابع السلسلة يلا اعمل معا كده ادي سي اتش سري سي اتش تو باي فور يعني سي اتش تو سي اتش تو ها ها سي اتش تو كده كم سي اتش تو واحد اثنين تلاتة اربعة طيب بعد كده في سي اتش ننزل منها ايه اه اه او نكمل كده سي اتش تو تاني سي اتش سري وهنا disney مننا سي اتش سري كده ودي سي اتش تو باي فور يعني سي اتش تو سي اتش تو سي اتش سری يا سلام. وهنا سي اتش سري. طب ما تسمي كده يلا معي بسم الله. اول حاجة هتحدد اطول سلسلة ازاي هتمشي كده. كل ده مركب اه اهو. نكمل اه. طب نكمل هنا لا انزل عشان دي اطول. اطول ليه مستر ما هو واحد اتنين تلاتة هنا واحد اتنين. طب هترقم منين اكيد من اليمين الاقرب للتفرع. واحد اتنين تلاتة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشر ماشي. يبقى ده دي كان. طب انا عندي اتنين دي كان. تلاتة دي كان ماشي. طب نرى هنا. يصيل يبقى اتنين اصيل اتنين وتلاتة اتنين اه 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 اربعة اصيل. اربعة وخمسة سنائم يصيل. ها دي كان. يلا كده اربعة اصيل. اه اربعة وخمسة سنائم يصيل دي كان. يبقى الاجابة باقة. يلزم لترصيب جرام لكل كل آتم من فلز X من المركب نقط كمية من كهرباء مقدرها ثلاثة فردية. خلي بالك اللارد عليك عشان دي فكريتها حلوة قوي. هو بيقول لي لترسيب جرامل كل زرّة يعني مول زرّة ماشي. من فلز X من المركب نقط كمية من كهرباء مقدرها كان ثلاثة فردية. يبقى هنا هنقول واحد مول بيحتاج ثلاثة فردية. صح ولا ايه؟ طيب. هو عوز ايه؟ مش هو واحد مول بيحتاج ثلاثة فردية يعني ثلاثة إلكترون. ثلاثة مول إلكترون يبقى الـ X موجب ثلاثة. كويس قوي. طيب المركب هتبقى صغطه ايه؟ X2 أو 3. ماشي. عند ترقم العاقة من النحاس بطبقة من الفضة يستخدم كاسود من الفضة في محلول كابريتات نحاس ولا أنود كاسود من الفضة في محلول نيترات الفضة؟ لا طبعا. أولا لما نجي نطلي اي حاجة بفلز معين سواء كان فضة او دهب او كروم او اي حاجة هنحط الفلز ده أنود. والمادة اللي هنطليها تبقى كاسود. فلما قولك انا عايز اطلي من العاقة من النحاس بطبقة من الفضة ما ينفعش للكاسود يبقى فضة اهو لا هنا ولا هنا. طيب انود من الفضة اه في محلول نيترات الفضة صحة. عند السؤال رقم 14. بيقول لنا اي يا جماعة يا الله عند اضافة محلول برمجانات البوتاسيوم في وسط قلوي الى المادتين او بي. كلنا على حدة لوحزة زوال اللون مع المادة ايه فقط ولا يزول مع المادة بي. اي مما يلي يعده صحيحا مستر برمجانات البوتاسيوم في وسط ايه قلوي خلي بالك باير ده ايه باير وانت مهم ماشي. لوحزة زوال اللون في المادة ايه مقاديه الكين وعدم زواله في المادة بي بدأ الكين او كده. طيب اي مما يلي يعده صحيحا المركب ايه هو اثنين ميصائل اثنين بنتين اه صح تمشي. وتمت الاضافة الى ذرتين الكربون اثنين وثلاثة تعالى نشوف. اثنين ميصائل اثنين بنتين بنتين يعني ايه واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة. طيب اثنين ميصائل يبقى هنا ميصائل. اثنين بنتين يبقى هنا اثنين بنتين طيب معلش كده معي الله. الاضافة الى هذه واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة. الاضافة هتبقى هنا وهنا او ايش او ايش او صح لما نكسر دي. يبقى في الحالة دي اثنين بقتم تلتقف الى اثنين وثلاثة صحيح يوضح يوضح الشكل المقابل بطارية تعطي طيارا كهربيا ينتج فقاعات في امبو بتي ايه اختبار اي الاختبارات المعملية التالية يتم التعرف منها على وجود تغير كيميائي اولا المحلول يا جماعة عشان الناس اللي مش شايفه ان ايه؟ 2SO4 طبعا في ايونات سوديوم ايونات كابريتات في ايونات هيدروكسايد فيه ايونات هايدروجين في سوديوم هايدروجين يبقى الهايدروجين يحصل الى اختزال يبقى يتصاعد عند الكاسود غاز الهايدروجين طب فين الكاسود الكاسود اهو سالب ده موجب ماشي ده كده اهم توصل بي يبقى الواي دي كاسود اه الواي اهي كاسود دي كده اهي اند ماشي كويس اوي طيب في الحالة دي غاز الهايدروجين هيطلع عند الايه عند الكاسود اللي هو عند الانبوبة واي وسبب يشتعل يشتعل بفرقع طيب يقول لي اه تكسف سائل على ساخ زجاجية باردة عند انطلاق غاز من الانبوبة من انبوبة الاختبار واي لا استدلال جهاز مستشعل لوجود الغازات على ان الماء الموجود بالكاس يحتوع علي ن��روجين وايكسوجين لا طيب تواهج هيجي منين نيتروجين تواهج شازية خاشه بيا مشتعله عند فواهة انبوبة الاختبار اكس شازية تواهج شازية خلي بالك توهج ها شازية ايه مشتعله عند فواهة انبوبة الاختبار اكس بصورة اوضح عن عند السماع لبعض الغاز بعض الي انطلق من ابوبة الاختبار صح اي حمعنا احنا قولنا هنا عند هنا هيطلع غاز الهايدروجين عند الكاسود. طب هنا الاس او فور وال او اتش هيحصل هنا في في الخناء اللي ما بينهم هيحصل اكسادة لل او سالب اتنين فيتحول ل او تو يطلع غاز ها يشتعل اه يسبب شازية مشتعلة اللي هو ايه? قصدي اه يسبب توهج الشازية اللي هو غاز الاكسوجين عند الانبوبة كزا. طب لو شال دي يا جماعة وده لو جيفل متاحنا هيجيب الحتة دي لو جيه قال لك ينتج عند الانبوبة واي غاز يشتعل بفرقعة ويسبب اشتعل الشازية بفرقعة يبقى غاز الهايدروجين عند الواي عند الاكس يسبب اشتعلها او توهجها بس طب رقم 16 ازيب اربع جرام من كلوريد السوديوم غير النقي في الماء واضيف اليه وفرة من محلولنا يطلاط الفدة فترسب ثلاثة ونصف جرام من كلوريد الفدة فان النسبة المئوية الكتلية لآيون الكولوريد في العينة تساوي هو العينة هنا ايه كولوريد سوديوم قدل ن اي سي ال حطنا له ايه طب معلش شرح الله هنا كده ن اي سي ال حطنا لها اي جي انو اسري اتكون اي جي سي ال ماشي زاد انو اسري طيب ماشي هو بيقول لي ايه وزيب اربعة جرام من كلوريد السوديوم غير النقاية يبقى دي كده غير النقاية كتلية كلها اربعة جرام اضيف اليه وفرة من محلولنا يطلاط الفدة ماشي فترسب ثلاثة ونصف جرام من كلوريد الفدة يبقى هنا ثلاثة ونصف جرام من كلوريد الفدة فين النسبة المئوية الكتلية لعيون الكولوريد ها يبقى نجيب سين جرام للكولوريد هنشيل السوديوم ها دي خمسة وثلاثين ونصف دي مية تلاتة واربعين ونصف نجيب السين تطلع بكذا جرام احنا كده جدنا نسبة الكولوريد او كتلة الكولوريد في في الايه اللي اتفعلت طيب كتلة الكولوريد اللي اتفعلت على العيينة كلها اللي هي اربعة جرام ونضرب في مية نشوفها تطلع معنا بكام في المية نخش على سؤال رقم ستاشر سبعتاشر يلا يقروا كده جماعة مع نفسكم عند امرار غاز الكولور على الحديد المسخن للحمرار نتج مركب ايه يبقى اف اي سي ال سري ماشي وعند اضافة محلول قلوي الى الناتج تكون راسب بي اف اي او اتش باي سري وعند تسخين المركب بي نتج مركب سي اف اي او سري مع بخار الماء في اي الاختيارات التالية عبر عن اي بي سي هيبقى الايه ها طبعا افي اي سي ال سري اهو طبعا هو على الترتيب مليميلي الشمال يبقى افي اي سي ال سري افي او اتش باي سري افي اي يبقى الاجابة دار تمنتاشر عند تفاعل الحديد عند تفاعل قصد الكالسيوم مع الايه مع الكربون تكون المركب ايه الذي عند تنقط الماء عليه طبعا نشوف كده كالسيوم مع كربون تكون سي اي سي تو كاربيد كالسيوم الازم عند تنقط الماء عليه تكون مركب بي يبقى ايه سي تو اتش تو اللي هو الاي ساين وعند اضافة الماء الى المركب بي اللي هو الاي ساين يتكون ها في وجود مواد حافز والتسخين تكون سائل سي با سي اتش ستري سي اتش اقول هو اسيتالدهايد او اي سانال الذي يتأكسد بالعوان مقصدها في وسط حمضي الى مركب دي اللي هو حمض الاسيتك ماشي هو عاوز ايه في المتحق عاوز ايه في السؤال من المعلمات السابقة ايه الاختيارات التالية يعبر عن مركبات اي بي سي دي على الترتيب الف كاربيد كالسيوم اي ساين ها اي سانال حمضة اسيتك طيب كاربيد كالسيوم ماشي اي ساين ماشي اي سانال ماشي اسيتك ماشي با الاجابة فعلا الف على طول ماشي الاسانال هو حمضة هو الاسيتالدهايد يا جمع سؤال رقم تسعتاشر كيف تحصل على كحول سوناء الهايدروكسايل من كحول سوناء احادي كحول سوناء من كحول واحد اولا ما عندك في المنهة كله كحول سوناء غير اسلينجلايكل والاسلينجلايكل كنا نجيبه من باير صح ولا لا اه طب يبقى عندي باير با وعندي جيم طيب باير من الكحول اسيلي يبقى نجيب الايسين من الايسانول طب من الايسانول اعمل ايه نزع مية ثم باير نشي عندما يمتص احد مركبات الحديد كل فتونات الضوء المالقي عدى فتون الضوء الاصفر سن عندك عدى الدوق الاصفر عدى ايه عدى فتون الضوء الاصفر يعني هو مطص كله معدى الاصفر يبقى اللي انعكس الاصفر ماشي فانه محصرة الالوان الممتصة اللي هي محصرة البنفسجيه عندما تنعكس من مركب آخر يعني لو البنفسيجي هو المنعكس يبقى المركب هيبدو بنفسيجي يظهر لون البنفسيجي مش مهم هو مركب إلي إنه ما فيش غير بنفسيجي واحد النحاس فلز انتقالي والسوديوم فلز قلوي أي الاختبارات الآتية يعطي نتائج مشبهة لهذه الفلزين وضعهما في ماء بارد اللي اتنين هيتفعلوا لا يا مستر النحاس مش هيتفعل يبقى دي لا تخزينهما في الهواء لا النحاس مش هيصدي السوديوم هيصدي أو هيتأكسد تسخينهما حتى 100 درجة لا برضو اختبار إذا ما كان موصلين كهربيين لو اختبرنا التوصيل الكهرابي اللي اتنين هيوصلوا الطائر الكهرابي بقى نتاج مشبهة يبقى اختبار التوصيل الكهرابي لكل من هما 22 يا جماعة سؤال حلو جدا بيقولي بالنظر إلى بيانات طاقات التأيون المتعاقبة الموضحة في الجدول التاني ما ماهية الفلز الانتقالي اكس على الأرجحة هو حل السؤال ده زيما مستر هو يعني ايه طاقات تأيون متعاقبة يعني متتالية يعني وراء بعضها طيب طاقة التأيون الأولى كان 650 ها التاني او طاقة التأيون التانية يعني جود التأيون التاني كانت 1400 زيادة زيادة عادية الثالث زيادة برضو عادية الرابع زيادة عادية يبقى هو فقد 4 كل ده عادي ماشي جيفقد الخامس الطاقة من 4 ل 12 يبقى زيادة كبيرة جدا يبقى ده كده كسر مستوى مكتمل يبقى هو كان عنده في الفور اس 2 وفي السري دي 2 جميل قوي عشان هو كسر فقد الاربعه وبعد كده كسر مستوى مكتمل يعني كسر الأرجح يبقى العنصر ده 2 و 2 تيتانيوم اهو طب مستر لو قال لي السادس هو اللي طلع كسر مستوى مكتمل يبقى هو كسر عنده كان عنده 5 2 و 3 يبقى ده الفناديوم اللي جابه هنا تبقى ايه تيتانيوم يقول لي عند تفاعل الحديد مع حمض عضوي ايه تكون ملح بي وغاز الهايدروجين وعند تسخين الملح بي في الهواء تكون مركب سيه الذي يتفعل مع حمض الكابرديك المركز وينتج ملح دي اي الاختيارات التالية يعبر عن المركبات من ايه الى دي اولا واحدة واحدة معايا كده تفاعل الحديد مع حمض عضوي ايه تكون ملح بي اجزلات حديد مثلا ماشي وغاز الهايدروجين جميل وعند تسخين الملح بي في الهواء تكون مركب سي اوكسي الحديد ثلاثة الذي يتفاعل مع حمض الكابريتيك المركز وينتج ملح كابريتات حديد ثلاثة طيب احنا عندنا لو احنا فعلنا الحديد مع حمض عضوي حمض الاسيتك هيدينا اسيتات سوديوم اسيتات حديد التي دينا اسيتات حديد وهو السيتات حديد ما ينفعه لان حمض الاسيتك هيدي هيدي اجزالات حديد اه صنائي لما نسخنه في الهواء خلي بالحمر خلي الاجابة ايه دالي. عرفنا يا جماعة ايه الفرق بين الاجابتين دول. هنا اجزالك صح. بس هنا هيدي اجزالي حدث سنائي برضو صح. لما انسخن ده. لو قلب معزل عن الهواء في السؤال يبقى ايه في او. لكن هو قلب الهواء يبقى ايه في او اسري. تمام الاجابة تبقى ايه جيم. خش على السؤال رقم اربعة وعشرين. في لز انتقالي تستخدم مركباته المختلفة في صناعة الاصباغ الخضراء والصفراء والبرتقالية والحمراء واستخدم في دماغ التسعين في المية من الجلود. اه متى اوزيع الكترون لحالة التأكسد موجب تلالي. طبعا ده سؤال استخدامات عندك في الكتاب هتطلعهم من كتاب او. بس للأسف السؤال مش مش مباشر من الكتاب. ليه? انت هتطلع اسمه من الكتاب. تمام. بس هو مش عايز اسمه. هو عاوز هنا توزيع التوزيع التلالي حالة التأكسد موجب تلاتة. طبعا كلنا عارفين ده هيبقى لايه? هيبقى الكروم. طب الكروم كام? سي ار اربعة وعشرين ارجون طبانتاشر. واحد خمسة صح? هو بيقول لي موجب كام? موجب تلاتة. يبقى فقط واحد من هنا بقى صفر. واتنين من هنا بقى تلاتة. يبقى سري دي سري. يميل اول. الجدوى المقابل يوضح قيم انصاف الاقتار الذرية لاربع عناصر من السلسل الانتقالية الاولى ايام منها اكبر كسافة. احنا قلنا الكسافة العلاقة بين الكسافة والعدد الزري كده. ماشي كده. ماشي. طيب يبقى اكبرهم كسافة هيبقى النحاس. ماشي. واحد يقول لها مستر دانيكل. الكتلة الزري بتاعته كزا. ما الكتلة الزري بتاعته قليلة. والحجم بتاعه. ها? الحجم بتاعه عاد زيهم. فايه? الكسافة هنا اكبر. لان احنا كل ما بنمشي كده. بتزيد الايه? بيقل نصف القطر حاجة بسيطة. والكسافة بتزيد اصلا. طيب. عينة غير نقية من الحجر الجيري. كتلتها اربعة من عشرة جرام. طيب تعالوا شوفينا السؤال ده كده معلش. غير نقية من الحجر الايه? الجيري كتلتها اربعة من عشرة جرام. لازم على معايرتها. عشرة ملي من حمض الكابريد. الهيدروكلوريك. اثنين من عشرة مولاري. فاينة نسبة الشوائف في العينة. نركز واحدة واحدة كده يا جماعة يلا. هو بيقول لي ايه? حجر جيري مع حمضة هييدروكلوريكي. يبقى ده سي ال. مع حجر جيري سي ايه سي اوسري. اوزن يلا كده معي. هيبقى هنا اثنين. ماشي. هنا هنقسم على كام? على الاثنين. هنا هنقسم على الواحد. ماشي. طيب هو بيقول لي عينة غير نقية من حجر الجيلي كتلتها ديركنها على جنب عشان تجيب منها النسبة. يبقى هنحط مكانها عدد الملات عشان مش هتلاقي لايه لحجم ولا تركيز. لازم انه معايرتها عشرة ملي من الحمض. تركيزه اثنين من عشرة مولاري. يبقى عشرة هنا في عشرة اوس سالب ثلاثة. هيطلع معاك عدد الملات. هيساوي اثنين على اثنين. اثنين من عشرة في واحد من الف. عدد مولات ايه مستر ده سي ايه سي او سري. ماشي. نرجع نقول له كتلة المادة اللي هي كتلة كاربونات الكالسيوم سي ايه سي او سري. هتطلع معانا واحد من الف اللي هو عدد الملات في كتلة المول من الحجر الجيري اللي هو كاربونات الكالسيوم هيطلع مية تطلع معانا واحد من عشرة جرام. العينة كلها كام يا جماعة اربعة من عشرة يبقى نسبة السي ايه سي او سري هتساوي واحد من عشرة على الاربعة من عشرة في مية تطلع خمسة وعشرين في المية. طب هو عاوز نسبة كاربونات الكالسيوم ولا نسبة الشوائب عاوز نسبة الشوائب. طب هي كاربونات الكالسيوم خمسة وعشرين تبقى الشوائب خمسة وسبعين في المية. جميل او. عند خلط حجمين متساويين من حمض الكابريتيك وهيدوبسيد الكالسيوم تركيز كل منهما واحد من عشرة مولر ثم اضافة قطرات من دليل ازرق بروموسي مول يتلون المعلوم باللون وقت. طب هو بيقول لي حمض الكابريتيك اهو. وايه وهيدوكسيد كالسيوم سي اي او اتش باي تو. هنا اثنين او اتش هنا اثنين اتش خلاص موزونة. طب هو بيقول لي ايه اه يكون المعلوم الناتج يبقى انت هتفصل بين الاثنين. هنقسم هنا على واحد هنا على واحد خلاص سهلة دي. طيب حجمين متساويين يبقى نفرد ان ده واحد وده واحد تركيز كل من هما واحد من عشرة واحد من عشرة. طب ما كده مستر هيبقى قد بعض. اه يبقى المحلول الناتج متعادل صح. طب دليل ازرق بروموسي مول في الوسط المتعادل بيبقى اخضر. تمانية وعشرين عند اضافة حمض الكابريتيك المركز الى غاز بروميد الهايدروجين تتصعب ابخرة نقط. ثانية واحدة كده. حمض الكابريتيك المركز الى ايه بروميد يبقى ابخرة البروم البرتقالية. برتقالية ابخرة برتقالية. ها. طب ماشي. تحول لون ورقة مبللة بمحلول النشا الى الايه. البرتقالية بتحول لون النشا الايه. ها. لاصفر. يبقى الاجابة جيد. حلوة قوي سؤال تسعة وعشرين. بيقول لي. اذا كانت كتلة المادة الصلب المتبقية 4.59 من 100 جرام بعد التسخين الشديد ل 8.37 من 100 جرام من ملح هيروكسيد البروم. الممى بي او اتش بي تو دوت ان اتش تو قو ماشي. فان قيمة ان تساوي نقط هو كتلة المادة السلبة المتبقية. يبقى ده اللي باقي. بعد التسخين. الشديد ل8.37 من يجرون من ملح هير Blessed편 Detailsuran الموماها طيب إبقى ondeeomos aime يook م PCB نوت ودينا اصلية يبقى الماء لوحدك يبقى كه لم موامة الإيمانية تمانية سبعة وتلاتين منٰ ميه نائس أربعة تسعة و خمسين من ميه اهي تمانية سبعة وتلاتين من ميه نائس أربعة تسعة و خمسين من ميه بتبНуتنا تعليمなた kepada الملح ايه بقى يا جماعة يلا الملح بي ايه? وصاده ان مية. طيب. احنا قلنا كتلة المية كم? تلاتة تمانية وسبعين من مية جرام. هنا المتبقي كم? اربعة تسعة وخمسين من مية جرام. هنجيب كتلة المول من ده. كتلة المول من ده اللي هي تمنتاشر في الان. البي ايب مية سبعة وتلاتين. زائد اتنين افتع قصة تاشر زائد واحد. اه اتنين ساعدها ببعة وتلاتين. هتطلع مية واحد وسبعين تقريبا. مية واحد وسبعين ايه جرام. هنجيب الان هتطلع معنا برقم معين. غالبا اعتقد هتطلع تمانية. معي? احسبها عندك واي ان كان الرقم اللي هيطلع هو ده. لديك الشقوق الحمضية التالية بي ار سليب واحد سي او سلي سليب اثنين اتش سي او سلي سليب واحد بي او فور سليب ثلاثة. اذا اضيفة الى كل منها على حدة محلول نيترات الايه? نيترات الفضة. ماشي. اي منها لا يكون راصب. لا ايه? لا يكون راصب. الفوسفات هيكون راصب. ليه? لان الفوسفات يدي راصب اصفر. البي كاربونات. لا تكون راصب ليه? لان كل البي كاربونات. المعلومة دي مهمة يا جماعة الله يرضى عليه. كل البي كاربونات تزوب. يبقى بالتالي مش ايه? مش هتدي راصب. يبقى الاجابة ثلاثة. طب ما تكمل الكاربونات? لا الكاربونات بتترصب. البروميت بتترصب. يقع الاجابة ثلاثة فقط. السؤال اللي بعد كده رقم واحد وتلاتين. ها? بيقول ايه يا جماعة الله? واحد وتلاتين. بيقول عند اضافة محلول نايترات الفضة الى محلولي الملحين او بي تكون راصب اكس في حالة محلول للملح ايه? ماشي. يزوب بسرعة في محلولنا شادر. يبقى كولوريد. وتكون راصب واي في حالة محلول ملحبية زوب ببطء. يبقى ده بروميد. فإن راصبين اكس واي على الترتيب هما اكس واي. اي جي سي ال واي جي بي ار. اكس واي. اكس سي يبقى اي جي سي ال اي جي بي ار. يبقى الاجابة الف. مش. ايا من محاليل المركبات التالية يكون راصب مع محلول نايترات الفضة الرصاص السنائي. ولا يكون راصب مع نايترات الباريوم. تعال نشوف. كولوريد السوديوم. لما نحطه لنايترات الباريوم هيدي بي اي سي اللي تو راصب اه راصب يبقى الاجابة دال. طب ما تكمل يا مستر لا هي الاجابة دال. طب ليه لان انت لو حطيت هنا هتلاقي فوسفات الايه الرصاص وفوسفات الباريوم رواصب. لكن ده هو ده بس اللي عندك اصلا. ايا من الكواشف التالية يمكن استخدامه في التمييز بين حمض هيدروكلوريك. وحمض ايه كابريتيك. حمض هيدروكلوريك وحمض كابريتيك. لو حطيت محلول امونيا هيتفعل مع الاثنين لان ده قاعدي. هيدروكسوديوم نفس الفكرة. كربوناسوديوم نفس الفكرة. لان ده قاعدة وده قاعدة وده قاعدة. والقواعد بتتفاعل مع الاحماد لان هي احماد اصلا قوية. دي بقى الاجابة ايه? نايترات الفدة. تمام? اه. اللي بعد كده عندنا. اه يتفعل حمض الكابريتيك المخفف مع كل من محلول هيدروكسيد باريوم ومحلو كلوريك باريوم. حمض الكابريتيك المخفف اهو ماشي. مع ايه? مع كل من هيدروكسيد باريوم وكلوريت باريوم. كويس. وماواجه التشابه بين التفاعلين. اولا باريوم وباريوم مع كابريتيك يديني كابريتات باريوم كابريتات باريوم يبقى راصب مع الاتنين. يبقى مواجه التشابه يتصعد غزب من كلهما لا. ينتج ماء من كلهما لا. يتكون ملح لا يزوب في الماء من كلهما اه. لان هو هنا قلنا هيتكون راصب في الايه يا جماعة? في الحالتين. نخش على السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم كام? سؤال رقم خمسة وتلاتين. بيقول لي مخلوط صلب من املاح بيه كاربونات سوديوم. ها? اتش سي او سري. وكابريتات سوديوم اس او فور. ونايترات سوديوم ان او سري. مالغاز الناتج من اضافة او عند اضافة حمض الهايدروكلوريك المخفف. الى كل من هما. اولا مع ده مش هينفع مع ده مش هينفع لان دول ايه احماض اكثر سابقة منه. من الحمض المشتاق منه ايه? من حمض الهايدروكلوريك. طيب يبقى هيتفاعل بس مع البيكاربونات. فيتصعد غاز ثاني اكسيد الكربون فقط. ستة وتلاتين سؤال حلو جدا يا جماعة سؤال المتحاني التجريب بتاعنا. الرسم البياني التالي يوضح للاقة بين العدد الزري لثلاث عناصر انتقالية وبعض اعداد تأكسدها. ماشي. ايه دي? هنبص نلاقي عندنا. ادي اكس ادي واي ادي الزيد. ماشي. لو بصتي هنا هتلاقي الاكس. ها? ستة الواي سبعة اهي. هتلاقي الزيد تلاتة. كويس قوي. هو بيقول لي ايه? فان المجموعات المحتمل وجودهم فيها هي. اولا الواي سبعة. مفيش حاجة بتدي سبعة عندنا غير المنجنيز. والمنجنيز في المجموعة ايه? سيفن بي. ماشي. ده اللي قابله على طول ستة يبقى ده سكس بي اللي هو الكرون. ده تلاتة يبقى المجموعة ايه? المجموعة سري بي. تمام? اه استنى عندك سري بي ايه يا مستر. طب تعالى نشوف الاول. اه اه الف. مستر هي ايه دي? في واي والكلام ده. بصوا جماعة في دي يعني خمسة باللاتين. جنبها اي من هنا يبقى ستة جنبها اي من هنا يبقى اربعة كده ازود كده نقص. دي اي ستة اه دي بي اي يبقى ستة. يعني يا يا جماعة في اي دي كده اللي هي ستة بي. طب ستة بي الكرون ستة بي اه صح. طب اه الاتنين يعني سبعة بي اه سبعة بي صح. ده المجموعة التامنة اللي هو ايه الزد. اه طب ازاي انزل كده معي اهو اهو يدي مجب ثلاثة اه هو اللي هو اللي بيدي مجب ثلاثة في المجموعة التامنة اقل حديد بيدي مجب ثلاثة. يبقى دي تنفع صح. يبقى الايجابة ايه? الايجابة يا جماعة الف. تمام? الله يرد عليكم نركز في الحاجات دي. الفاصيل الصغيرة دي. طب الجدول اللي بعد كده. الجدول التالي يمثل اربع جهود اختزال لاربع عناصر على الترتيب. A B C D. اي عنصر من هزي العناصر يمكن استخدامه كعنصر مضحي بالنسبة لعنصر اخر. احنا حلنا السؤال ده معلش. اه احنا قلنا اكبر عنصر. بس خلي بالك ان هنا مدي الجهود الاختزال. عشان استخدم عنصر مضحي يبقى اعلاهم جهد اكسدة. يعني اقلهم جهد اختزال. هو هنا في السؤال مديني ايه? مديني جهود اختزال. يبقى لهم جهد اختزال هو اللي هينفع. يبقى البي بالنسبة لاي حاجة فيهم. البي بالنسبة لايه? للايه? ماشي. خلية الالكتروليتية. خلية الالكتروليتية تتكون اقتبع من كروم والبيلاتين. اذا كان جهد الاختزال الخياسي كل منهما كذا وكذا. اولا جهد الاختزال بتاع الكروم سالب والبيلاتين موجب. يبقى الكروم هنا انود. وده كاسد. مستر انت عرفتي منين الكلام ده? ما احنا قلنا يا جماعة اكتب الملحوظة دي عندك الانود اعلى جهد اكسادة. واقل ها جهد اختزال. طيب يبقى في الحالة دي الكروم هيبقى هو لايه? الانود. يبقى دي ما تنفعش دي ما تنفعش. يبقى ياديه دي طيب الكروم هيبقى كروم موجب 3 او اتنين سي اربع اتنين سي اربع موجب تلاتة. ها البلاتين 3 بيته عشان النيوزنى المعادلة بس مش اكتر. احنا حالينا السؤال ده معلش ابي كده. عند مرور طيار كهرابي شدته عشرة امبير لمدة ساعتين في مسخور اكسيد حديد ثلاثة فان حجم الغاز اللي هيطلع اكسيد حديد ثلاثة يعني او سليب اثنين هيتحول لايه لأوتو ويرمي كم الكترون هما اثنين او يبقى هنا اثنين او سليب اثنين يبقى اربعة مول الكترون هو بيقول لي فان حجم الغاز المتصاعد يبقى هنا كده سين لتر اللي هيطلع من ايه من ساعتين في ستين في ستين في الطيار عشرة امبير هنا اربعة فرضية يعني اربعة في ستة وتسعين الف وخمسمائة كولوم وصدا هنا اثنين وعشرين واربعة من عشرة لتر نجي بالسين وشكرا هيتلع معنا برقم واحد الجدول التالي يمثل جهد التعاكس والقياس لاربع ناصر فانه يمكن الحصول على اقل على اعلى احنا قلنا قبل كده اعلى قوة دفع يبقى اعلى واقل جهدي اكسادة او اعلى واقل جهدي اختزال طب اعلى واحد فين في جهد الاكسادة اثنين ها وسبعة من عشرة الايه واقل جهد اكسادة سالب اثنين وتمانية من عشرة يبقى دي يبقى الايه انود والدي كاسود اخش على اه اللي بعده الجسيمات المادية المتحركة في المصهور او المحلول طالما اتكلمت عن مصهور او محلول يبقى انا بتكلم عن ايونات كويس او والغنية بالالكترونات يعني فيها سالب زيادة يعني اكتسرت الالكترونات يبقى سالبة يبقى الانيونات يعني ايه يعني الايونات السالبة كل ما يلي يهدف الى تحسين الخواص الفيزيائية لخامل حديد قبل الاختزال عدا عدا ايه اولا الربط صحيحة لان دي خواص فيزيائية التكسير والطحن اكسادة بعض الشوائد دي خواص كميائية مش فيزيائية طيب افضل العوامل المختزلة مما يلي هو افضل العوامل ايه المختزلة افضل عامل مختزل اعلى جهد اكسادة واقل جهد اختزال طيب هو هنا مديني بين قصين ادي اولا اختزال 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 يبقى دي كلها جهد اختزال يبقى تدور على اقل جهد اختزال اقل جهد اختزال هيطلع سالب اتنين وتسعة من عشرة يعني دال للحصول على الايسان من الميسان يلزم اجراء الخطوات التالية بالترتيب الف تقطير جاف تعادل هدرجة ام تعال نشوف او انت عايز تجيب ايه معلش ايسان من ميسان ايسان من ايه من ميسان يلزم اجراء الخطوات التالية طب عشان نبدأ بالميسان ونجيب ايسان يبقى الاول تجيب منه ايساين وش سخنة وش بارد يبقى تسخين لألف وخمسمية يدي يدي ماشي طب بعد كده هدرجة تمة ما عنديش هدرجة تمة يبقى نخش على هيدرة هيدرة احنا قلنا لما نتزنق في الايساين بنعمل هيدرة الهايدرة هنا هتددينا إياه يا جماعة هتددينا اسيتل ضهايد اكسدة الاسيتل ضهايد تددينا إيه PETA طب اختزالي الاسيتل ضهايد يددينا ايسانول طب انت عايز تروح على ايه عايز تروح على الايسان يبقى تروح على الايسين يبقى اختزالا يدين ايسانول نزع مياه ايسين هدرجة يديني 320 كذا لما انت عايز تجيب ده يبقى حاضرة لا يبقى الإجابة ده لأي المركبات التالية يزول لون البروم المزاب في رابع كوريد الكربون عند إضافة 2 مول منه إلى 1 مول منها لو ضيفنا 2 مول لو ضيفنا 2 مول من البروم ل 1 مول من الإسين اللي هو مش هيزول لأن في رابطة باي واحدة القصين قال لون يزول عشان فيه 2 مول تمام يبقى هو بيقول لي 2 مول من القصين 2 مول قصدي من البروم فاللون هيختفي تماما مع 1 مول من القصين عشان فيه 2 رابطة باي السؤال 46 يا جماعة عشان السؤال ده ناس كتير جدا سأل تعليف البنحان التجريبي وطلب تشرحه أو التفصيل بتاعه السؤال هنا فيه ليه غراضين أو فيه حتتين كده صغيرين أو أولا العنصر اكس من في الهزة العملة في الهزة العملة اللي عندنا في المنهج بتاعنا النحاس بيدي موجب واحد وموجب كام اتنين جميل أوي طيب وهو عنصر إيه انتقالي والمركبات اللي تثبت تثبت ايه بقى يعني ايه تثبت ذلك تثبت ان هو انتقالي طب هو يعني عنصر انتقالي عنصر يكون المستوى الفرعي دي أو اف مشغول ها وغير ممتلئ يعني المستويات دي غير ممتلئة بالالكترونات يعني الاف او دي مشغولة وغير ايه ممتلئ طب ما مستر غير ممتلئة يبقى موجب واحد بتبقى ممتلئ يبقى لا تثبت ان هو انتقالي صح يبقى احنا نخرج موجب واحد طب مصر يبقى انا عندي كده اختاري اثنين طب تعال نشوف الاول اكس ال او سلب اثنين يبقى ال اكس موجب اثنين تثبت ان هو انتقالي اه لان العناصر العملة في حالة اكس موجب اثنين وموجب ثلاثة بيبقى المستوى الفرعي دي غير تم الامتلاء طب ال اكس هنا برضه تبقى موجب ثلاثة يبقى دي تنفع اه دي تنفع الاجابة الف تنفع صح طيب ما هاتجي نشوف به الاو سلب اثنين يبقى الاكس موجب اثنين السي ال سلب واحد دي موجب واحد يبقى هنا واحد واثنين يا مستر ما العملة بتبدي واحد واثنين يبقى دي تنفع لا ليه لان واحد لا يثبت ان انتقالي لان دي هيبقى فيها عشرة وده ما ينفعش تمام طيب هنا اكس او الاكس موجب واحد ونفس الفكرة يا جماعة هي هي اكس برضو موجب ثلاثة موجب واحد يبقى دول كلهم ما يثبتوش ان ان العنصر ده انتقالي ليه لان عناصر عملة قلنا بنقول عليها عناصر انتقالية لسبب ان هي في حالة التاكسد موجب اثنين وموجب ثلاثة واحد يقول لها مستر في الكتاب عندنا ما عندناش موجب ثلاثة دي هقول لك يا حبيبي الله يرضى عليك الله يرضى على والديك الدهب اي يو عملت حلة عليه من اول السنة اي يو موجب ثلاثة يبقى الدهب بيدي موجب ثلاثة وعندك النحاس بيدي موجب ثلاثة وعندك النحاس بيدي موجب اثنين في الحالة دي بيقى المستوى الفرعي دي غير تام الام لا الله يرضى عليكم نركز اوي في السؤال ده سؤال 46 على فكرة عشان سؤال ده كان في المحن تجريبه وناس اشتكت منه او ناس طلبت تفصيله 47 عند اجراء تفاعل في لز نشط اكس مع حمض معدني قوي ما التعديل الذي يمكن اجراءه لكي يتم هذا التفاعل في زمن اقل خلي بالك زمن اقل يعني عايزين نزود سرعة التفاعل يعني سرعة التفاعل ايه تزداد هنعمل ايه يا جماعة عشان سرعة تفاعل تزداد اولا تجزئة الفلز ما التعديل الذي يمكن اجراءه ليش تجزئة الفلز اه ينفع ليه لو لو قطعنا لو طحنا الفلز او هنزود مساحة السطح فسرعة التفاعلها تزيد دي بقى الاجابة الف طب ما تبص على البقى يا مستر تقليل حجم الحم لا زياد الضغط لا انخفاض درجة الحرق لا دي بقى الاجابة الف 48 عندنا الترتيب الصحيح لخطوات الحصول على الكان من الكاءين هو خلي بالك انت عايز ايه الكان من الكاءين هنبدأ بالكين اه واحدة يقوليها مستر الكان من الكين هدراجة تامة ما عندي ناش هدراجة تامة يبقى تخش على الهايدرة الحفزية لما تتزين تعمل هيدرة حفزية ادي هيدرة حفزية يبقى دي ما فيش غيرها اصلا هي واحدة بس هيضرها حفزية ثم اكسدة ثم تعادل ثم تقطير ايه جاف في التفاعل المتزن التالي ان بي سي ال سري زائد سي اللي تودتنا بي سي اللي فايف كي بي واحد بكذا ماشي فان قيمة كي بي تو للتفاعل التالي ايه ده مستر ده احنا عكسنا التفاعل مش عكسنا ده يعني بدل ما كانتار دي بقى عكسي اه يبقى كي بي هتبقى واحد على معكوس دي على طول واحد على كي بي واحد يعني واحد على تلتاشر من الف يطلع برقم معين عندنا تمام سؤال رقم خمسين بس خلاص ها خمسين كل ما يأتي يحدث كل ما يأتي ها يحدث عند تفريغ شحنة مركب رصاص عادة هو احنا فاكرين معادلة شحن المركب معادلة تفريغ المركب رصاص ايه بي بي زائد بي بي اوتو ها زائد اربعة اتش موجب زائد اتنين اس وفور سالب اتنين رايح جاي اتنين بي بي اس وفور زائد اتنين مية ماشي كويس قوي اه هو بيقول لي كل مما يأتي يحدث معادة ايه اولا تترصب كبريتات رصاص صوناء عين ده كل من الانود الكاسود اه دي صحيحة يعمل المركب كخالية الكتروليتية اثناء التفريغ يعمل كخالية ايه ها يعمل كخالية جيلفانية لكن الشحنة التحليلية هو هنا بيقول لي تفريغ يبقى دي دي ما تنفعش يبقى لجابة جين لانه هو بيقول لي كل ما يالي يحدث ما عادة ايه انه هو بيعملش الكخالية الكتروليتية يبقى لجابة جين تقل الكتروليت اه طبعا بتقل لي ان المية بتطلع اهي يختزل من مجابة اربعة اهو الى مجابة اتنين صح تمام يا جماعة زي الفل كده اللي بتحني التاني خلص واتمنى تكونوا لميتوا بخضر الامكان يعني كم كبير من الاسئلة او بمعنى اصح شوفنا اه افكار الاسئلة ايه او نظام الاسئلة ايه اختبر نفسك كده واحدة واحدة والامتحانين اللي جايين ان شاء الله قبل ما تحلهم قبل ما تبص على اليوتيوب لازم تطبع الملزمة وتحلها كويس الاول تحل وتختبر نفسك امتحان والتاني ان شاء الله اشتركوا في القناة